في مصطلحات وأسماء كده كتير بتتقل دلوقتي عن الأجيال يعني الأجيال بقى لها أسماء هنتكلم عن جيلين مهمين جدا هما جيل زي أو يعني جان زي زي ما بيقولوا وألفا ودول الأجيال المختلفين شوية في طريقة تفكيرهم اهتماماتهم شغفهم بيأثروا بشكل كبير قوي على المستقبل بسبب أنه هما من الأجيال اللي تولدت على الإنترنت على طول فهما تولدوا على يمكن إحنا الجيل اللي قبلوهم على طول قعدنا فترة شوية من غير الإنترنت بعد كده ابتدى يبقى فيه مفتاح شوية على الإنترنت الجيلين دول هما بيبقوا تقريبا أو جان زي ده من أواخر التسعنات لغاية 2010 أما ألفا فهو من 2010 لغاية دلوقتي دول بيتسموا ألفا أنت جيل واي بقى أكيد أنا إيه أنا قديمة جدا أنا من زمان قوي طبعا نهذا نعرف تفاصيل أكتر عن الجيلين دول إيه طريق تفكيرهم اهتماماتهم عمل إزاي شغفهم كمان بالمستقبل عامل إزاي كل هذه التفاصيل هنعرفها منذ فطنة الأستاذة أمل مختار الخبيرة بالمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لمن ورانا صباح الخير على حضرتك صباح النور أهلا بك يا فندم في البداية عزين نعرف سادة المشاهدين على الجيلين زد وألفا يعني الموضوع من المواضيع الشائكة جدا وزي في المقدمة اللي حدثت كنت بتقوليها هي مش مصطلحات جديدة حقيقة لكن يمكن اهتمامنا في مصر وفي المنطقة العربية هو الحديث لكن الحقيقة أن الدراسات الجيلية مهمة جدا وقديمة جدا وحتى تسمياتها هي تسميات أمريكية هي تسميات غربية يعني احنا الكل يسأل هو ليه جين زي وبعد كده معن تخلصتوا حسينا أنواع موبايلات قوي أيوة يبقى جين ألفا بعد كده مصبوط يمكن بدأنا نهتم شوية من أول جيل الألفية جيل واي اللي كوتين بتتكلمي عنه لأنه الحقيقة الفترة دي كان فيه اهتمام كبير قوي وكأن عام 2000 هنبتدي عالم جديد فالناس بدأت تفكح ده ده هنكونوا مثلين الإيامة تقوم الإيامة تقوم صح ففي وسط هذا الاهتمام بقى فيه اهتمام طب الشباب بتوع الجيل دول شكلهم إيه فبدأنا الحقيقة نهتم أنا طبعا يعني خلفيتي لمركز الأهرام لدراسات سياسية والاستراتيجية في إحنا دراساتنا كلها في السياسة نظم سياسية وعلاقات دولة وده السؤال إحنا ليه تمنا بدراسات جيل زي والحقيقة بدأنا يمكن من حوالي يعني يمكن عملنا عدد كامل الأجيال اللي هي الكبيرة دي شوية يسمعها أكسا طيب أنا ممكن أقول لكم كده بريف بسيط نتعرف على الأجيال طيب أعرفكم عن الأجيال الحقيقة أنه يعني حتى في دراساتنا في العلوم السياسية اكتشفنا أنه في دراسة القضايا الانتخابات الشارع العلاقات الدولية أصبح من المهم دراسة العلوم البيانية يعني ما ينفعش تدرس ظاهرة من غير ما تدرس كمان البعد الاجتماعي طبعا وكمان زيادة على كده البعد الجيلي في تفسير كتير من الظواهر الممكن نتكلم فيها دلوقتي الأجيال الحقيقة أنا زي ما قلت لكم الغرب اهتم بيها أكتر والتأسيمة دي والعناوين دي عناوين أمريكية بحتة فالحقيقة هي طبعا في أجيال قديمة جدا لكن الأشهر دلوقتي نقدر نبتديه من جيل البومرز البومرز اللي هم اسمها بالعربي طفرة السكان طبعا ما لهاش معنى عندنا في الوطن العربي أو في مصر لأنه دي الموليد اللي تولدوا بعد الحرب العالمية التانية حصل حالة من طفرة الموليد في الغرب في أوروبا والولادة المتحدة الأمريكية احنا في العلوم السياسية بيهمنا لما يجي نعم المقارنات مثلا في استطلاعات الرأي الغربية أنه جيل البومرز اللي هو جيل رئيس بايدن مثلا رأي مختلف عن جيل زاد اللي احنا مهتمين بيه دلوقتي اللي هو جيل المراهقين زي ما كنت بتقولي موليد من أول 98 لحد 1010 الكبير فيهم في جيل زاد عنده 26 سنة وصغير عنده 14 سنة ففي تسلسل الأجيال جيل البومرز اللي هم اتولدوا بعد الحرب العالمية في قابليهم الجيل الصامت بس ده مش مهمة او لأنه أغلبهم مش عايش دلوقتي فجيل البومرز ليه بعض الصفات المهمة اللي هو متماسك بالعداد والتقاليد والقصص دي كلها بعدين بقى نتنقل لجيل اكس اللي هو غالبا دلوقتي العمر بتاعه فرنج الخمسينات ومنتصف الأربعينات من منتصف الأربعينات إلى منتصف الخمسينات من موليد 1955 تقريبا تقريبا من خمسة أو من لكمان سبتين أكتر من كده لأنه الأجيال كانت زمان أطول يعني أطول في الفترة فبنتكلم على أن أعمارهم الآن فرنج نص الأربعينات إلى نص الخمسينات جيل اكس مهم جدا جدا لأنه جيل فاعل وموجود في المناصب القيادية وهو بيعتبر الجيل الوسيط إلى حد كبير لأنه الجيل اللي في شبابه بدأ يستخدم الانترنت بس يستخدموا في العمل ما استخدموش في حياته الأولى زي جين Z وجين L وجين ألفا بدأ يستخدموا كأداة بتسهله العمل أو بتسهله حتى على المستوى السياسي زي ما بنقول بقى بيستخدموا في الانتخابات يعني في الأدوات العملية جيل المفروض جيل Y أو الميلينيوم أو الألفية اللي غالبا بنتكلم على أنه هم دلوقتي في منتصف التلاتينات إلى منتصف الأربعينات هو ده الجيل اللي يمكن بدأت الدراسات عليه أكتر وكانوا دايما بيدرس يقولوا عايزيني شوف الشباب رأيهمي حتى في وقت صورة 2011 كان هم دول الشباب جدا اللي هم في منتصف العشرينات عنده برضو سمات بدأ هنا الاختلاف الحقيقة لأنه بقى يجيل أقرب جدا إلى الانترنت جين Z بقى اللي احنا عندنا دراسات كثيرة عنه وليه مهتمين بيه أكتر الحقيقة يعني لأنه جين Z على قد هو عنده سمات مختلفة جدا جدا وبدأ يظهر هذا الاختلاف حتى على مستوى اهتمامنا في الدراسات العلوم السياسية يعني مثلا بعد أحداث العدوان على غزة من 7 أكتور نكلم على عام كامل بنشوف قد ايه فيه تغير في رأي الشباب في الجامعة في الغرب حتى استطلعت رأي وفيه دراسات عملناها على موقع مركز الأهرام للدراسات بنعمل مقارنة ما بين قد ايه فيجاب كبيرة حتى على مستوى الغرب ما بين أنه نفس السؤال بيتسئل ما رأيك فيما يحدث في في الشرق الأوسط أو في فلسطين نلاقي أصبحت الفجوة بتقترب من أنه مثلا نسبة تأييد في جيل اللي هما البومرز أو السنهم كبير قوي مثلا تأييد لإسرائيل يصل إلى 80% ننزل على جنزي نلاقي الجاب كبيرة جدا يصل التأييد إلى 40% لإسرائيل و60% للفلسطينيين شايفين حصل إيه السبب في التحول ده؟ هل مفتاح مثلا؟ السبب بقى السمات اللي أنا أتكلم عليها لأنه الحقيقة جنزي في العالم كله لأول مرة بقى أنه تبقى الأجيال تشبه بعضها في العالم يعني لما نيجي لتكلم عن الجيل الأكس في مصر أو في الوطن العربي وفي الغرب فيه فرق جيل البومرز فيه فرق جنزي لأول مرة يبقى فيه سمات مشتركة في العالم واحد ويمكن لما أقول هذه السمات ممكن سنستنتج هو ليه المواقف دي وغيرها من المواقف بناخد أول حاجة هو طبعا جيل منفتحة الإنترنت وده اللي أنتو قلتوه في المخدمة بيشوف الأحداث مباشرة لأنه فيه شباب كتير قوي قدون بينقلوا الأحداث أول بأول لايف يعني طبعا يعني سواء الأحداث اللي بتحصل في فلسطين الآن أو حتى في كل العالم دلوقتي بقيت إحنا مش مستنين رأي الخبراء والمحللين بقدر ما أنتو شايفها مباشرة أنا اللي بقيم يعني بالزبط فهنا أهم سيمة في جنزي أنه يبحث عن المعلومة بنفسها هو ذات المعرفة يعني أرجع لورا شوية للأجيال السابقة هتلاقي منطقي أنه يتلقى المعلومة من المدرس من الشيخ من الأسرة جنزي لأنه لما بدأ يكبر شوية مش يكبر يقدر يفهم وهو بيتعلم في المدرسة لقى نفسه معاه أداة اللي هي غالبا التابلت أو اللابتوب أو الموبايل بقى الموبايل أسهل يقدر يجوغل إحنا كنا لازم ندخل المكتبة وندور أو تروح تسأل الدكتور بتاعك في الجامعة أو مدرسك في المدرسة أو الشيخ وبالمناسبة موضوع الشيخ ده مهم لأنه كمان في سؤال مهم هما بيستفتوا مين بياخدوا الفتوى عن مين حتى الفتوى في أدق الأمور الدينية والمهمة فبالتالي هو بيدور على المعلومة بنفسه كل سما من هذه السمات ممكن نشوفها بشكل إيجابي ممكن بشكل سلبي بشكل سلبي أنه لما تبقى ما عندكش يعني 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 غير مقتنع بأن هناك قدسية لمعلم أو قدسية ليه صاحب تخصص يعني مثلا حالاتك جايب تقول لي وليلي رأيك إيه في مثلا فيما يحدث في المنطقة عشان بتشتغلوا في العلوم السياسية لكن هو بيقول لا أنا مش مضطرة أسأل حد متخصص في العلوم السياسية ولا حتى في العلوم الشرعية ولا حتى ربما في المسائل الطبية أنا أقدر أسرش عليها بنفسي وبالتالي هو بيكون رأيه بنفسه بس أعطاقنا دي حاجة سلبية أكتر من هيئجابي طبعا سلبية جدا المعلومات دي جانريتت من مين؟ من غربيين يعني جانريتت من العالم كله لأنه لم يعد الغرب متحكم كما كان في الماضي في كل المعلومات المتحكم بس الغرب متحكم في أولوية المعلومات اللي بتطلع لك حسب بحثك الألجوريثم بالضبط عشان كده السوشيال ميديا أو البلاتفورمز على قد ما كان الغرب مسيطر عليها بقى فيه عندنا في المقابل فيه تيك توك مثلا هو مش قادر يسيطر عليه أنا أهدي أحد الأمثلة الإيجابية لذاتية المعلومة أو أن هما يحصلوا عن المعلومة بنفسهم قبل حتى أحداث غزة الأخيرة كان فيه أحداث في القدس في الشيخ جراح واستلاء بعض المستوطنين على منازل لعائلات مقدسية عايشة هناك وربما معها الجنسية الإسرائيلية يعني ناس أصحاب حقوق لأول مرة يطلع بعض الناس في الغرب تنقذوا حي الشيخ جراح أيوة فاكرين هذه الأحداث ليه بقى من هذا الجيل؟ لأنه لأول مرة بدأوا يدوروا على ويعملوا كلاسيفيكيشن كده لكل الأخبار اللي كانت بتيجة على الـ CNN لفترة زمنية طويلة وبدأوا ياخدوا بالهم من فيه تحيز فأول ما قالوا إن فيه تحيز عملوا إكس على بعض القنوات وبعض الصحف وبدأوا يشوفوا المعلومة من أصلها إذن لكل شيء من هذه السمات سلبياتها وإيجابياتها فطبعا السلبي اللي احنا بنخاف منه اللي هو أنك طول الوقت حاسس أنك بتفقد السيطرة من إيصال المعلومة السليمة لهذا الجيل لكن انفتاحه بيخليه ربما يتحرر أحيانا من بعض الروايات والسرديات الرسمية المغلوطة أيا ما كانت هذه السرديات بقى الرسمية المغلوطة هذه السماء الأولى السماء الثانية ويمكن وأنا هحكى لكم هتأخذوا بالكم منها أنه قد إيه هو جيل مهتم بالاتصاق في المواقف يعني لو أنت بتدافع عن حقوق أصحاب البشرة السمراء مثلا وتأخذ نفس الموقف المؤيد أنهم حتى في الغرب ما يقبضوش عليهم بشكل غير قانوني إذن أنت مضطر لمساندة أصحاب الحق في فلسطين أصحاب الحق اللي بدفعوا عن يعني أو عنهم مطالب اجتماعية في الحقوق الاقتصادية اللي هما الفقراء عايزين بعض الحقوق ده شيء إيجابي طبعا بيتعاملوا مع الأمر على أنه مبدأ السلب السلب بيبقى في ده أنه أيضا أصحاب الحقوق في مثلا المثلية الجنسية أيضا ندافع عنه هو باكتش بنسميه باكتش وأصبح هناك وصم بالعار يعني إيه شي من ينجل بيقولوا عليه أيوة أنه أنا دلوقتي لو أنا بدافع عن هذه الحقوق وطول الوقت بكتب ده على السوشيان ميديا وحصلت واقعة معينة بتخص المثلين لو أنا ما أخدتش موقف مدافع عنه حتى لو أنا مش بأيد هذا الفعل لكن أؤيد الحق في أنه كل شخص يبقى حر وأنه يدافع عن مبادته فهنلاقي بعض الناس حتى في المظاهرات كده في الغرب بيختلط إيه الشعرات على بعضها شعرات بس خليني أقول حضرتك على حاجة بلاحظ دايما في النوع ده من المظاهرات أو المتبنين هذا النوع من الفكر بحسهم سنهم أكبر شوية من جانزي بحسهم شي جانزي المثليين قصد حضرتك سواء مثليين أو بلاك لايفز ماتر أو الحاجات دي كلها الأفكار دي اللي بيتبنوها أكتر يعني أكبر شوية من جانزي حتى الشهيرة موزيعة شهيرة دلوقتي يسمعها كاندس سواني بول دي واللي بيتهموها بمعادات السامية دول كلهم سنهم أكبر شوية من جانزي في الغرب فيما يخص القضية الفلسطينية لاستطلاعات رأي الأخيرة كلها اللي بتتعامل شهريا فيما يخص القضية الفلسطينية لا الجيل الكبير قولاً واحداً بيؤيد السردية الصهيونية عن معاناة أهل يهود لكن ربما الدفاع عن حقوق المثليين وحقوق السود وكلام ده كله ربما موجود في أجيال لأن طبعاً الحركات دي كانت قديمة لكن الجديدة عندنا هنا في المنطقة العربية وفي مصر يعني في بعض الجلسات العلمية وفوكس جوب اللي احنا بنعملها لما بننجي فيه في بعض حتى أحد المقالات اللي كتبناها في مجالات أحوال مصرية يعني العدد كله كان عن جنزي في أحد المقالات كان عن الحق في الاختيار حق في الاختيار وصلنا إلى الحق في اختيار الجنس يعني أن حد بيغير في المنطقة العربية في كده فلاقينا أنه رأي الكبار في السن شايفين أن ده غير مقبول يعني تغيير الدين تغيير الجنس غير مقبول الأجيال الأظهر اللي أنا هم بيقولوا حتى لو أنا مش هعمل ده أنا قابل حق الناس في الاختيار طيب بس ده ما كانش موجود عندنا بنلاحظ يا فاندي بخلال الفتحة برضو أن الجيل ده الجيل زد ما عندوش حسابات ودايما بياخد الرسك يمكن إحنا الجيل بتاعنا ما يقدرش يقبل على حاجة زي دي فبنستغرب شوية هل الموضوع نابع من أنه عنده إدراك كامل ولا غياب للإدراك طيب خلينا برضو نوضح نقطة معينة أنه في الدراسات لازم ناخد بالنا أنه في بعض السمات المستمرة مع سن المراقة يعني دائما التهور أو الإقدام أو أخذ المخاطر يعني حق سلاش 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 مرتبط أكتر بالمراقة لو حد حيام المخاطرة هيكون في سن المراقة في أحد الدراسات اللي عملناها كنت بشوف العلاقة ما بين التطرف واستخدام العنف وسن المراقة سلاش بقى جينزي يعني بنشوف أن ده كان موجود في سن المراقة وأيضا موجود في جينزي فهي أحد سمات سن المراقة بشكل عام لكن إيه اللي بقى المختلف بقى جينزي ده اللي لازم نسألها يمكن يعني حداتك أنت بتقولي إحنا نكوناش بنعمل كده هي طبعا يعني في بعض الفرقات الشخصية بس أنا بعتبر أنه جيل الألفية لو أنتون جيل الألفية من أكتر الأجيال الظلمت بعض الشيء يعني في مرحلة في العالم كانت مرحلة ضغطة يعني سواء في مصر أو في الوطن العربي أو في العالم في العالم بداية من الأزمة الاقتصادية في 2008 وفي المنطقة من أول 2011 في كل الاحتجاجات اللي حصلت فجيل ألفة هو اللي عاش شباب ومرحلة انطلاقه للعمل في هذه المرحلة فإلى حد كبير هو جيل يعني يعني لم يأخذ حق كافي في أنه يمر بهذه المرحلة بالشكل الطبيعي جنزي مختلفة لكي نحن مهتمين به لأنه أعد هذه الأزمة الصعبة عنده رغبة كبيرة في التغيير لكي أنت بتشوفه عنده بعض التهالف أستاذ أمل سريعا جدا هل بتعتبري أن جنزي في بعض الدول اللي فيها استقرار شوية نقدر نقول عليه جيل بعتذر طبعا بنسأل يعني مرفع بسبب الاستقرار اللي هو عايش فيه فابتدى يشوف مشاكل من نوع يخلق لنفسه مشاكل من نوع آخر مثل المثلية الجنسية والتحاول الجنسي وكلام ده السؤال ده مهم جدا فعلا وده سنتج مزبوط في الغرب في العالم وصلوا إلى مرحلة فعلا شايفوا أنه كل القضايا تم حلها في العالم وكانوا مقتنعين أن فترة الحروب انتهت وفترة المقاسي انتهت فبدأوا يهتموا بالقضايا الأخرى اللي هي المناخ والبيئة وكل الحاجات اللي احنا كجيل أسبق شايفين أنها تيجي لحقة على المشاكل الاقتصادية الكبرى والمشاكل السياسية الكبرى وعشان كده الجيل ده دلوقتي عنده صدمة كبيرة عشان كده هو دلوقتي أغلب الوقت بيتظاهر في الشارع لأنه اكتشف أنه ما زال عالق في المشاكل الكبرى لأنه اتفاجئ أنه لسه في حروب كبرى ولسه في مجازر كبرى بتحصل في العالم فبدأ يتراجع قليلا عن اهتمامه بقضايا المناخ بس أيضا قضايا المناخ هو مهتم بيها عالميا وحتى في المنطقة العربية السبب الحقيقي أنه كمان الجيل ده مرتبط بشيء اسمه الديستوبيا الديستوبيا اللي هي عكس اليوتوبيا وهتلاقي فيه أفلام كثيرة اتعاملتوا روايات اليوتوبيا اللي هي المدينة الفاضلة الديستوبيا اللي هي ايه؟ اللي هي عكسها تماما المدينة يعني مدينة الرضائل أو غير الفاضلة وحتلاقوا وعرفة سلسلة الروايات والأفلام اللي هي زي هانجر جيم وميز رانرز والحاجات دي كلها دي أفلام جنزي وبعض من جيل ألفا أيضا وجيل الميلينيا الأفلام دي أو روايات دي بتبتدي بأنه إحنا هما بيقولوا استلمنا عالم سيء جدا من الجيل اللي قابلينا فيجب إفناءه تماما ثم البناء من أول وجهة لا يستعجلوش خير خير إن شاء الله فده المغزى من الديستوبيا وده أحد سمات هذا الجيل لكن الحقيقة وطبعا النقطة الأخيرة ممكن أقولها أنه كمان هو مضغوط نفسيا عشان كده كتير بيلاقي منهم بيتكلموا عن إحساسه بالإحباط والاكتئاب وده عرض طبيعي في تحديات طبعا كتير أكيد بتقبلهم بسبب السوشيال ميديا وضغطها وأنه لازم طول الوقت وأنه يبان مظبوط وأنه عمل كل حاجة صح لكن بقدر كل هذه الضغوط أنا في رأيي أنه جيل لديه قدرات وسمات واعدة إن تم استغلالها وفهمها طبعا عشان كده إحنا بنعاني من عدم وجود دراسات ميدانية حقيقية على هذا الجيل في مصر والوطن العربي وخلينا أقول لكم أنه دراسة الميدانية القوية الوحيدة على الدول العربية معمولة في إسرائيل من سنة 2016 على أكتر من دول العربية نحن محتاجين فعلا نعمل دراسات كثيرة عن هذا الجيل محتاجين دراسات ميدانية مهمة جدا لأنه يعني عندهم قدرات هائلة صحيح نحتاج استخدامها واستغلالها في هذا أنا بالنسبة لي ده أكتر جيل أصلا بيبرر بتحديات بسبب كل المعطيات اللي بتحط قدامه طول الوقت ومضطر أنه يختار وينقي وفي نفس الوقت هو أهله بيعلموه حاجات مختلفة تماما فهو في حيرة شديدة من أمره ما بين اللي تعلمه ما بين اللي بيقولوله عليه أهله ما بين اللي هو شايفه قدامه وعايز ينفذ على الأرض الواقع مشكرك شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذ عمل مختار خبيرة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا